اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكانوا خارجين مع بدياتهم واحدة مغربية والتي هي بطلة قصة ناد اليوم والتي عمرها 23 عام والثانية اسبانيا وعندها 24 عام في ذلك النهار طلبوا من صاحبتهم الثالثة التي سكنت معهم في نفس الدار انها تخرج تمشي معهم ولكن هذه البنت رفضت لم يبغى قلت لهم على انها بغى تبقى جالسة غير في الدار مع عيانة وبغى تبتح وهم لم يخرجوا بشي تساله من بعد ما رجعوا للدار دوروا السالد في الباب ونلحلوا الباب ونقى واحد فاجعة كتسنهم من الذين يدخلوا القواب بان الدار كاملة عاملة بالدار تفاجئوا تدخلوا بدوك يعيدوا على صاحبتهم ولكن البنت مكتجاوبهم تدخلوا الناوية لأنهم يخرجوا بحالتهم ولكن جاءهم الفضول وبغى يعرفوا موقع في الدار البنات كانوا خايفين على صاحبتهم الثالثة تقلقوا تابع هذه الآثار حتى تلقوا راسهم في حال البيت بيت صاحبتهم مليوحة في الجتة جتة عامرة بالدم غالقة في دمائتها والجسد عامرة بالطعامات البنات بدأوا يغلقوا تخلقوا ويجرقوا منطان ويجرقوا ويغلقوا حتى الجميع اليوم الجيران والجيران هم الذين تكلفوا وعطوا البوليس البوليس فعلا تحقوا في نفس الوقت كان ملاش 5 دقائق حتى كانوا في عائل الماكن ثم نحاول نحاول نتعرف على واحدة من هذه البنات هذه البنت ميتها لمياء مغربية تزادت في عام 1905 تزادت في مدينة التازغ كبرت هذه البنت وسط عائلة ميسورة مادية كبرت في جو زوين عائلة كانوا عائلة محافظة من هدوك الناس اللي كيهتموا بوليداتهم كيهتموا بقريتهم مفرين لهم أي حاجة يحتاجوها وانقدروا نقولوا نوعا ما بأنهم كانوا عائلة ميتالية عائلة اللي قاعدين بشغلتهم لم يكنت بنت اللي زوينة بنت محبوبة اجتماعية سيرفيا بالخدومة وعندها الكثير من الأصدقاء وبنت اللي كانت مزيئة بنت اللي كانت الأمنية ديالها أنها مليت كبير تكمل في مجال الطب وانخضت البكالوريا بنقطة مزيئة ولكن هذه النقطة ما ننساش أنها تدخل كلية الطب أنا لم يهاء فش فكرت بدت تتقلب على جامعات خاصة في مجال الصيدرة في أوروبا لكل مصارف ديالها تكون نوعاً ما مناسبة للدخل للعائلتها وفعلا ألقيت بأنها مناسبة لها مناسبة لها والطموح تشاورت مع وليدها وتشاورت مع العائلة ديالها ولم كان لديهم مشكلة وفقوا على هذا لا يريد أن يقفوا البنت في طريقة كانوا عارفين بأن البنت تقيلة ومرزتنا وعارفين بأنها بنت مربية وعندها مبادئ والأهم من هذا الكامل أنهم كانوا يتقيقوا فيها يتقيقوا في قراراتها وقامت بأنها وقامت بأنها وقامت بأنها وكانت فرحاناً لأنها أخيراً ستكمل في الدعمين التي تريدها الدعمين التي تريدها وفي نفس الوقت كانت مسترسية وقلقة أنها ستبعد إلى عائلتها وعائلتها تفرقت معهم عائلتها لديهم علاقة قريبة وعائلتها ومشت إلى الشيبلاسة وخلاتهم حسنت أنها مقبلة على حياة جديدة في الأول جاءتها صعبة ولكن من بعد قدرت أنها تكيف مع الوضع وأنها تتأقلب دارت أصحابها الحكم أنها بنت طيبة وقد تدخل الخاطر واجتماعياً بنت ضغياءة تدخل بلاستها لم يكنت بنت مركزة في قرارتها وقد دخل موديولي لها كاملين وبنوقات مزيانة دوزة المدة 4 سنين 4 سنين لم يعودت فيها حتى شيئاً كل عام تنجح وفي الصيف تحبس القرارة تنزل إلى المغرب طبعاً على عائلتها حكما أن المغرب واسبانيا قرارة بالبعضية وحتل بيئة وحتى عائلتها لم يكن مفرطان فيها كل شهر سيفطولها المصارير وحتى عائلتها وحتى عائلتها وحتى عائلتها 4 سنين لاحظوا بأن الكثير من البنات كانوا كاريين على برها الجامعة يعني البنات الذين يعيشوا حرية أكثر يعني لديهم مساحة كبيرة في السكن وحتى الثمن كان نوعاً ما هابط مقارنة بالسكن الجامعي مهم تفقت هي واحد صاحبتها مغربية هذه البنت كانت تقرأ مع النيت في الصيدالة تفقوا على أساس أنهم يخرجوا ويقلبوا على شدار ويقلوا في خطرة وأكيد قبل من هذا القرار لم يأت واصلت مع عائلتها شاورته وحتى موافقه لم يكن لديهم أي شيء مشكلة لأنه مدام البنت تكون مرتاحة وعدت قابل قرأتها لا شيء مشكلة بدأوا يقلبوا وحتى أحد دار التي كانت مناسبة لهم دار زوينة 8 سنينة وقريبة لجميع هذه الساعة بدأوا يقلبوا لتشارك معها في المصارف لتشاركوا في مصارف السكن لتشاركوا في مصارف الماكنة لقى أحد البنت الإسبانية بنت ضريفة داخلها وقرأتها وحتى هي كانت من ذلك النوع الذي أعطيها كيف قرأتها بنت اللي غادا قوت مهم البنات تسكنوا مع بردياته كانوا مفاهمين مرتاحين وفعلا البنت عجبتها تسكنوا بعدها صدقات حسن من الحرم الجامعي البنت كانت واخذة حرية ديالها كثيرا مهمة بعد ما كملت خمس سنين في ذلك الجامعة وبالضبط في عام 2008 وفي ذلك الوقت كانت لمية وصلت إلى 23 عام تواصلت مع أعيتها هضرت معهم وقد أخذت الديبلوم بمتياز وقربت حفلة تخرج وأنها من دابرة بدأت تشكار وبدأت تجمع حويجاتها باش مباشرة من بعد الحفلة ديال التخرج طهر وترجع بحالها المغرب أعيتها كانوا فرحانين بزهر أخيرا بنتهم غادا ترجع لعدهم أخيرا بنتهم غادا تعمر عليهم بطار أخيرا عايشوفوها وهي كتحقق أحلامها للأسف هذه البنت اللي كان حكي لكم عليها هي البنت اللي تلقات الجدتة ديالها تلقات في تاريخ 4 مارس من عام 2008 كنا خلينا الحكاية أن البوليس اللي تحقق بصرح الجريمة وأول حاجة لاحظوها هو أن القفل ديال الباب ما كانوش فيه الآثار ديال الباب يعني هذا اللي تدخل الدار غالبا الضحية اللي افتحت له يعني غالبا هيكون على ما عرفة بالضحية الصالو كانت فيه كمية كبيرة ديتها ومنتم بدأوا الآثار ديال الجدتة يعني هذا اللي قتل قتل في الصالو ومن بعد شد الضحية وبقى جارة ذاك الكورو راح توصلها لبلاسة اللي كانت فيها الجدتة ديالها جسم ديال ضحية كان كله ضعناز وكانت عنده واحد ضربة غارقة جرح غائر البوليس سيفطوا الجدتة للتشريح الطيب سيفطوا ها وكملوا الأبحاث دياله مصرح الجارينة من اللي يدخلوا الحمام يقوا بأن ذاك البنوان فيه الآثار ديال الدم احتروا بيني كانوا فيه شي باصامات وكانوا فيه الآثار ديال الدم في الميدا يعني في الطابلة اللي كانت في الصالون لقوا أعقاب سجائر بنتد القارو لقوا واحدة باكية ديال القارو خاوية هنا سؤولوا البنات وقالوا لهم وشكينا فيكم شي وحدة كتكمي هنا البنات تجاوبوا البوليس بأن التوحدة ما كانت تكمي بعمرهم كام من كما وفي الأصل هنا البوليس أكدوا بأن هذا البنت ديال القارو هذا أعقاب السجائر غالباً يرجعوا للقاتل جمعوهم ديالهم في البلاستيكة وحتفظوا بهم لأنه غالباً يكون فيهم الآثار ديال القاتل وربما تكون شي عينة تماماً بعدما كملوا الأبحاث ديالهم في مصرح الجريمة جمعوا أدلة الجنائية رفعوا البصمات بدأوا يساولوا في البنات يساولوا في البنات ويساولوا لهم بأنهم لا تسرقوا أي شيء بسيادهم ما مكعينة أي شيء عندها قيمة في الدكترة لا تزدت البوليس هنا قالوا إذن القتل ما كانش بدافع السارقة غالباً يكون انتقام تصفية حسابات وشي عجب حالك تقعوا جد الفراضيات كما قلنا إما دافع الانتقام إما دافع الاعتداء الجنسي البوليس والبنات وش لمياء كانت في علاقة مع شيء واحد أنا جاوبتهم ذلك صاحبة المغربية بحكم أنها كانت مقربة كثير منها قلت اليوم بأن لمياء صاحبتها من العامل وليا لهم في لافك لمياء مع أمرها مدخلت في شيء علاقة مع شيء واحد وهي مستحيل أنها تخبي إليها شيء حاجة في حالك قالوا لي هاوش البنت ما كانش عندها شيء هادة ومع شيء واحد واحد تتحرش بها شيء واحد تنزل معها هنا البنات بجوز جاوبهم وقالوا بأن لم ياء كانت بنت محبوبة بنت داخلها سقراصها وكانت تعاون مع الناس مستحيل أن الشيء واحد يدير في هذه الحالة بدأوا البوليس يسولوا الجيران ويقلوا موش ما سمعتوش يصدع ذلك المغرب وما لم يروا شيء غريبا؟ كلهم يقولوا ويصرحوا بأنهم لم يروا لم يسمعوا أي شيء البوليس هنا أرجعوا التسجيلات للكاميرات المراقبة كاميرات أخرى كانت بعيدة قليلا على البطار ولكن على الأقل يرى الأشخاص الذين يدخلوه وكانوا ثماء يعني في الوقت ديال الوقوع الجريمة وفي علامة بانوا ليهم خمسة ديال الناس خمسة ديال الناس اللي كانوا قراب من ضار ديال البلاد أربعة منهم ما كانوا معروفين وجوههم مبانيش ولكن واحد من اللي شافوا الابنات تعرفوا عليه قالوا هذا اسميته إمانويل هذا السيد هذا مرة مرة يجي عندنا البطار كي دلنا شيء إصلاحات كأن كان بغيوه يقدرنا شيء غارات تتخلينه من اللي ورهوه الجيران حتى هم ما تعرفوا عليه قالوا بأن هذا الولد إمانويل معروف في المندقة كي يجي عند الناس كي يصلح لهم لا كان شيء حاجة خاصة في الطار كيعاونهم شيء حاجة يتسخر ليهم مهم ولد خادهم خرجت نتائج الشريح طيبي كي تقول بأن الضحية لم ياء كانت عندها وعشرين طعنة في الجسم ديالها ولكن طعنة القاتلة هي اللي كانت في العنق لم ياء ما تعرضتش لإعتداء جنسي لم ياء ما زال بكر لحد الآن الموليس دابش كل مشتبه ذي الواحد هو إمانويل من الشيء بدأوا يقلبوا عليه في قاعدة البيانات وفعلا قدروا يعرفوا ما هو قدروا يعرفوا العنوان البلاثة التي يسكن فيها هذا الول اسمته إمانويل في عمره 52 عام لا يقول لغراج الكبير يسكن في مدينة غرناطة عنده سوابق في الاغتصاب في عام 1973 نتأكده لأنه المشتبه بها رقم واحد في القضية أرى المشتبه بها المشتبه بها وكانوا يسكن في الوصول يسكن في الوصول من تاريخ عمر 2008 مهلا يعني بثيش من نارة وقت في الجريمة بوليس قدروا عليه المدة خمسناشر يوم حتى يعرفوا أنه مخبف مدينة أخرى حتى يرى التحريات حتى يرى المشتبه ورقوا عليه القبض لقوا في حالة يرتل تنور كمية كبيرة من المخطرات تنور الخمو جاءوا البنات صاحبت المياه، شافوا وتعرفوا عليه البوليس واجهوا بالجريمة اللي ده ولكن هو انكر قال بأنه ما دخلش لدار البنات في ذاك النهر بأنه كانت ما غير محد صدفة في شداته الكاميرا البوليس ديكساء خدوا عينا من اللدين دياله وطبقوا مع ذاك اللدين اللي كان في أعقاب السجائر وفعلا من اللي تسجده كعينات تزغي واحد المدة وخرجت نتائج مطابقة بنسبة 100% زيد على هذا الشيء البصمات اللي كانت في مصرح الجريمة هي البصمات ديال هاد سيدة ده بصمات ديال إيمانوال هنا بقى عنده في نهرات ما بقى عنده في ننكر البوليس واجهوا بالأدلة كاملة الجنائية اللي كتبت عن متورط في الجريمة ديكساء نهارو بدك يعترف ليهم كيفاش وقعات الجريمة قالوا بأنه في كل مهار كانت تناول كمية كبيرة من المخدرات مخدرات الصلبة ومن الخمر بأنه كان في نيك المنطقة بمحد الصدفة أصدق عليهم قالوا بأنهم حللت لي المياه وسألتني كيف يجب أن أذهب قال لها بأنه يحضر من أصحابها وعيدت له تواصلت معه وطلبت منه أنه يأتي للدار يأتي بالإصلاحات على المنطقة أنا روبيني المياه كانت على نييتها خصوصا أنه سابق جاء عندهم للدار وقد أخذ زرف المرات السيد عرفها بأنه ينغيب وحدتها قرر أنه ينفرد بها ما بينما يدخل الدار مباشرة على رأس الباب وحاول أنه يتعدى عليها البنت رفضت تقومه وقد تدفع على رأسها تجد جريف الاتجاه الباب الدار وقد تغويت وقد تطلب زعمال الناس لكي يعطقوها وكي يعاونوها السيد من المخاف أنه يتشوه ويحسب سمعه الجيلان ويأتيوا له يجب أن يخاف واحد المسلم يأتيه وبدأ يطعن فيها فصاره قال يطعن حتى وصل العشرين كان مئة من خوف من المتأكد أنها ماتت جر الجدهة لكي مقنف الكولور وضعها في بيت من عاس مهمًا بعد المسال الجريمة تخلي الحمام يجب أن يحفظوا وصبهم في البانوار ويلبسهم بثازق وكي يفصر أن البانوار كان فيه الاتار وكان يتشاهدوا فيه سيد كان يجب أن يتشاهدوا في صباته وكان يتشاهدوا في الصبات وكانوا حوبر وقد قلت لكم من قبل أنه المسرح الجريمة كان فيه العبار الصبات وكان صبات القياسي 3.40 مجلة كبيرة الموليس الذي ترى في البلاسة التي كانت خبي فيها وكانوا أصبات التي كانوا أعطاره في الصبات وكانوا أصبات وكانوا أصبات 3.40 كبير مهمًا سيد ومعنوار بعد أن يكملوا اعترافاته وقدموا المحكمة وتخيلوا معي أنهم تابعوه بتهمات القتل الغير يعني يقولون أن السيد لم يكن ناوي في هذه الجريمة يعني لم يكن مخطط لها من قبل كما السيد كان يسمى بمحد الصدفة كما يأتي يزد قليل المياه لم يكن مخطط لها وكانوا أصحابها لم يكن تقبلوا العقل ونفترضوا أن هذه الجريمة لم يكن مع صدق الإصرار ومعنوار الصدفة وأن السيد تحت تأثير مخدرات الصلبة وتحت تأثير كعول لم يكن في الوعي من أحد لديه تحضر ويسرر كمية كبيرة ويرتكب جريمة ويقول أن السيد كان تفوق الإصرار لم يكن صدق إصرار ومعنوار صدق من تتكلم العقل نتأكد أن مانوار في هذا النهار كان أساسا ومعنوار صاحباتها خارجوا ومعنوار صدق وكذلك لم يكن لديك صدفة لماذا لا تتقع لديك الدار بالضبط؟ لماذا لا تتقع لديك جيران أخرى؟ مع العلم أنه كان يتقع لديك الناس كاملين الناس يتقع لديك المنطقة كلهم يتقع لديهم و يدخل بيورهم الأصدقاء الضحية سواء الناس المجنسية الإسبانيا أو المغاربة النيت أو الناس الطالبة من جميع الجنسية تحتل أستيدة كاملين يشهدون الأخلاق لديها البنت يشهدون أنها بنت متميزة بنت قرية هذا السعب يخرجون في مظاهرات ينسخون مع بضيتهم يدرون مظاهرات ووقفات التي يحتجون فيها على الحكم الضالب سواء في لفاك أو في الشارع العب العائلة المجنسية لم تقبلوا هذا كان صعب عليهم كثيرا أنهم يسرطوا هذا الناس يفتلون بنتهم على أنها تقرى تحقق الأحلام لها صدقة رجعت لهم في صندوق تخيلوا معي الأمر بنت مربية بنت بريئة لا بيديها ولا برشلها ترى القاتل ضمها وحتى النخر قد يدخل بحالة المغرب القاتل لم يستحقوا جنازة البنت حضروا لها الكثير من الشخصيات والذين يظنهم الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج حضروا لها قضاة محامون قد تظهروا من الحديث هذا المهم للأبد كان المحامي معروف الأساتداء لها الكثير من المدينة ويقولوا بأن الجنازة كان جنازة مهيبة كان جنازة كبيرة جنازة كبيرة يرة أحد رفعة من بعد أن نتجها كثير من الوقفات احتجاجية التي يستجعوا فيها الحكم الجائر والحكم الظالم يعني الحكم الذي تحكم على إيمانوان لم يكن عاديا وحكموا إليه بـ 18 مليون سنتيم كتعويض لعائلة الضحية ولكن السيد راح حالياً يعيش خالج أسوار السيشن 12 عام راح أدازت السيد اخذها الحرية ديهنه عاش كي مضى السيدة صيدتها القبرة على علم أنه ارتاك بجريمة بشعة بمعنى الكائمة صراحة لحد الآن ما زال ما نجيش شي تفسير لهذه الحكم إلا أنك تقول عنصرية جريمة كان باين أنا مخطط لها من قبل السيد كان عنده النية ديه اللي اعتتال الحكم ظالم بمعنى الكلمة وغالباً بسبب أنه لم يكنش عندها الجنسية الإسبانية وش منظركم لو أن مواطنة إسبانية فرنسية أو أي واحدة عندها شي جنسية أوروبية أخرى تكون تقتلات بهذه الطريقة واش عايت تحكم على السيد بنفس الحكم كان تحكم عليه على هذا المجرم بأقصى العقوبة وشنو غالين يقولون؟ وش خلات البنت خلات فيها؟ ما خلات فيها؟ ما خلات فيها؟ البنت وش دارت شي خطأ؟ ما دارتش نوخها ما تحل تقول شكون ممكن تحاول أن يغتسبها وقتلها وشنو غالباً بكاش تغوزها وشكك بإضافة للآخر وش أنت تتعارف على بلادها لا توجد بلاد بلاد زيادة ماذا نقضي؟ هناك دون مشكلة لماذا هذه؟ هذا المجرم بأقصى سألتك وش أنت تستحق الموت المهم اختموا بدعي وادية الخير لاكتب علينا مكي تبع ادخcción لاحب لعب لعب والله يرزقنا كثيرا وأخذنا حسنا اقولنا ويجعلنا خفاف اضراف على قلوبكم خوتي خواتي دوزوا بخير وانتقودنا ان شاء الله في نفس المواد صلاة